أدت عملية ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في اليمن إلى موجة غلاء طالت معظم السلع الأساسية والمواد الغذائية طيلة الفترة الماضية زادت من حدتها مؤخرا مع تدافع كثير من الدول نحو تجميد قطاعات اقتصادية حيوية وتأثر حركة تاج السلع جراء تفشي كورونا ولم تقتصر موجة الغلاء واحتكار السلع على منطقة بعينها بل شملت معظم المحافظات اليمنية ومنها محافظة شبوة حيث يشكل مواطنون من ارتفاع في السلع إلى مستويات قياسية وتلاعب في الأسعار من قبل التجار إضافة إلى تأرجحها وعدم استقرارها يوما بعد آخر عند ذهبنا للتجار خلال أسبوع سبعان شهر نلاحظ هناك فارق في أسعار المواد الغذائية فلما نسال التاجر عن سبب هذه الارتفاعات يحتاج بمسألة الصرف ومسألة الضرائب وأيضا هناك أسباب لا يوجد رقابة حية في المناطق التي مستقرة مثلا في شبوة وبعض المحافظة وفي ظل استمرار عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق التموينية في الأسواق المحلية يتساءل كثير من المواطنين عن غياب الإجراءات الحكومية للتخفيف من أعباء المواطنين ودورها الرقابي في ضبط الأسعار وضمان عدم التلاعب بها من قبل التجار موجود الرقابة على التجار بحيث أن التاجر ممكن أن يرفع السعر المواد الغذائية إلى أي مستوى من الارتفاع بدون أن يوقف أحد أو أن تكون هناك محاسبة من سلطة أو من غيره بسبب الوضع طبعا الموجود في البلاد يرجع التجار عملية استمرار صعود الأسعار إلى تدهور العملة الأجنبية وإجارة النقل وارتفاع المشتقات النفطية وارتفاع عمولات الحوالات النقدية يتعلق بالوقود، بالديزل، بالنقل، بالصرف أيضا الذي يتحول يوميا هذا كلها ظروف يؤدي إلى الغلاء ومع ما تشهده المحافظة من حركة تجارية نشطة وأعمال تنموية مستمرة يأمل أبناء المحافظة في أن تقوم الجهات المختصة بحل مشكلة غلاء أسعار المواد الغذائية والتخفيف من معاناة المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة